هذه الآية القرآنية يخاف منها العاصون والمسيحيون والكفار والمرضة فما هي هذه الآية؟ رسالة الإيمان بجديدنا نصل إن شاء الله إلى الإحسان التعبد لله عز وجل مبني على الإخلاص والاتباع فهو أساس كل العبادات وهو مقصد جميع الأنبياء وعليه مدار الثواب والعقاب يوم القيامة فمن عمل صالحا يقصد به وجه الله تعالى من غير التفات إلى حظوظ دنيوية عاجلة كان من الفائزين أما من راقب الجاه والمال والسمعة كان عمله وبالا عليه يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجات لهم شيء وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ وقد أنزل الله عز وجل آية من القرآن الكريم لتخويف العاصين والمسيحيين والمردة والكفار وما في القرآن آية أشد عليهم من قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم قال أبو جعفر وهذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإبلاغ اليهود والنصارى الذين كانوا بين ظهراني مهاجره يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء اليهود والنصارى يا أهل الكتاب التوراة والإنجيل لستم على شيء مما تدعون أنكم عليه مما جاءكم به موسى صلى الله عليه وسلم معشر اليهود ولا مما جاءكم به عيسى معشر النصارى حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم مما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من الفرقان فتعملوا بذلك كله وتؤمنوا بما فيه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه وتقروا بأن كل ذلك من عند الله فلا تكذبوا بشيء منه ولا تفرقوا بين رسل الله فتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض فإن الكفر بواحد من ذلك كفر بجميعه لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا فمن كذب ببعضها فقد كذب بجميعها عن ابن عباس قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حريملة فقالوا يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس وأنا بريء من أحداثكم قالوا فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الحق والهدى ولا نؤمن بك ولا نتبعك فأنزل الله تعالى ذكره قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنسان وما أنزل إليكم من ربكم إلى فلا تأس على القوم الكافرين هذا والله تعالى أعلى وأعلم